طيب نروح للمنتخب أنا ما زلت أشك بس يعني خلينا نمشي مع الخبر اللي جاي لنا بشكل رسمي ميسر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول أنتوا عحدكم عارفين أنه قبل كاس العالم هيكون فيه معسكر للمنتخب مفترض أنه تم الاتفاق بين اتحاد الكورة وبين اتحاد البلجيكي أنه يتقام مباراة دي بين مصر وبلجيكا التاريخ اللي تحدد ليها يوم 18 نوفمبر والمطش دا يتلعب في الكويت دا معناه أنه نتكلم على قبل 24 ساعة من بداية بطولة كاس العالم اللي بيشارك فيها المنتخب البرتغالي فأعتقد يعني أعتقد دا اعتقادي يعني أو دي حزبتي يعني أنه من الصعب قوي أنه يبقى فيه في التوقيت دا مباراة ممكن وارد طبعا وارد كل شيء وارد بس أنا بقول صعب قوي حسبان لأنه البطولة هتبدأ بعد على طول وأعتقد هيبقى فيه خوف من الجنب البلجيكي طبعا لأن احنا مش هنلعب في كاس العالم حندهاش مشكلة نعب في أي وقت نعب 18 19 25 ما فيش مشكلة بس البلجيكي بتلعب في كاس العالم فبالتالي ممكن يبقى فيه خوف شوية من فكرة التعرض للإصابة من فكرة أنه يبقى فيه حاجة تمنع لعيب مهمة من مشاركة في البطولة لكن في النهاية اللي تم اتفاق عليه أنه المباراة دي تتلعب يوم 18 نوفمبر لكن ري فيتوريا شايف أنه على هامش المعسكر اللي هيتعامل في الكويت ومواجهة المنتخب البلجيكي لازم يبقى فيه ماتش تاني وبالتالي بيفكر المسؤولين في اتحاد الكرة وبدأت أعتقد دخلت في مرحلة المفاوضات يعني أنه يبقى فيه مباراة ودية تسبق مباراة مصر وبلجيكا تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الكويت في نفس المعسكر في الكويت برضو وإستجابتها طبعا لمطالب روي فيتوريا يمكن تكون فيه مفاضلات بين دول تانية يعني مش بالضرورة تبقى الكويتي لكن هو حاليا المفاوضات مفتوحة مع المنتخب الكويتي لو ما نجحتش المفاوضات دي من الممكن يبقى فيه أو من الورد يعني يبقى فيه بدايل تانية غير المنتخب الكويتي ترجمة نانسي قنقر